السلام عليكم اخوتي وخوتتي كديري اللي بس عليكم انتمنى تكونوا باخير وعلى خير اذا اليوم ان شاء الله هنديروا تصحيح مباراة التعليم الابتدائي بالنسبة لمادة اللغة العربية يعني دورة 2020 اذا قبل ما نبدأ وكان بغير نشكركم بزاف على التعالق الرائع وعلى الدعم ديركم اذا نبدأ على بركتي الله اذا بالنسبة للسؤال الاول اقال لك اضع علامة في خانة الجمل المضبوطة بشكل صحيح اذا اعطونا الاختيارات لنسبة للجملة لعل شخصيات الحكاية شخصيات متحركة اذا كاللاحظة الجملة الاولى كتبدأ بالناسخ حرفي وش كتقول القاعدة دي للنواسخ الحرفية كتقول باللي تدخل نواسخ الحرفية على الجملة الاسمية فتنصب المبددة ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها مازين اذا هذا النواسخ تدخل الى الجملة الاسمية كترفع النلغ المبددة وكتسمى الاسم ديالها وكترفع الخبر ويسمى خبرها مازين ومن النواسخ الحرفي كين بزاف كين لعل كين إنا كين ليتا لكن كأن إلى آخرين إذا لعل شخصياته وش منصوبة إلا كنا عرفوا أن الجمعة مؤنة الساليم كيترفع بالضمة وكيتنصبه وكيتجر بالكسرة إذا هذه منصوبة مخدمش لعل شخصياتي هذه نشوفها صحيحة لعل شخصياتي الحكاية شخصيات متحركة مهم ترجع لها جيم لعل شخصياته قلنا لعل ناسخ الحرفي كينصب لنا المبتدأ والمبتدأ هنا هو شخصيات إذا هنا شخصيات جعلها شكل مؤنة ساليم يعني جمع مؤنة ساليم وعارفين إحنا الجمع مؤنة ساليم كيتنصب بالكسرة وكيتجر بالكسرة وكيترفع بالضمة إذا هنا مرفو خطأ وقالنا السؤال دال لعل شخصياتي الحكاية شخصيات متحركة إذا الاختلاف هنا كين هنا أعطونا شخصيات متحركة وهنا شخصيات متحركة إذا نشوف هذه اللي قلنا صحيحة قلنا لعل شخصياتي يعني المبتدأ منصوب صحيحة وهو مضاف يعني الحكاية مضاف إليه شخصيات إذا خبرها كيدير مرفوع وإذا كان عرفه باللغة إحنا الخبر دي لناسخ الحرفي راك يكون مرفوع مزين متحركة نعتابع لمنعوته في الرفع إلى آخر إذا هذه هي الجملة صحيحة دائما ناسخ الحرفي كينصب المبتدأ وكيتسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إذا هنا الجملة الصحيحة هي باء السؤال الثاني أصل بسهم كل فعل بمصدري فيما يأتي أعطونا الاختيارات هنا وأعطونا الأجوبة يعني إحنا غنديره نصله بسهم مزين ودائما نصحكم واحد ناصحة من نسبة للمتيحة ندير اللغة العربية دائما نسلوا بحالة الأسئلة سبقوهم هم اللولين يعني النص ما عندك ما تدير بي تقرأ النص غير يضيع لك الوقت وغات هنت كنين الأسئلة باش كيبدو كيبدو بالأسئلة ديال النص واش النص سرديحي جايجي إلى أخير وكي يعطيكم بعض الأسئلة إذا انت ما عندك ما تضيع الوقت في النص خلي النص الأخرى يعني سير دير يكتموا الأسئلة بحالك وجاوب عليهم جاوب على الديضاكتيك عادك ساعة أرجع لأن النص غايد ديالك أوم واحد خمسة دقائق باش فهمو هذا يعني غايد ضيع لك الوقت وساعة أومص يلا تكافى مع الأسئلة والديضاكتيك يعني ما عندك ما تدير تتقرأ النص وهذه وجهة نظر بالنسبة لأليف قال لك فتح إذا الجواب الصحيح هو هذا داد فتحون فتح تفتيحون مثلا كنقوله فعلا تفعيلون علم تعليمون إذا نبق فتح تفتيحون تفتح تفتحون تفتح تفتحون على شكل تفاعل أو على وزن تفاعل تفاعل تعلم تعلمون فاتح الجواب الصحيح هو مفاتح فاتح فاتح مفاتح فاعل مفاعل قاوم مقاوم إذا هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال التالت قال لك أصل بسهم كل فعل بنوعه فيما يأتي إذا أعطونا هنا أفعال وعطونا هنا بعض الاختيارات إذا قبل ما نبدأ نديروا واحد تذكير باش نشوفوا يعني تذكير الفعل الصحيح والفعل المعتل إذا نديروا هالتذكير إذا عدنا الفعل القاسم إلى فعل صحيح وفعل معتل مزين وهذا المول خاصة كاملين كينين في القناة يعني إذا دخلته البلايزيست يعني الضوصي اللغة العربية وهالت دروس كاملة محصوطين ما غير ده بقلنا حتى اللي ما شافهم شنديروا واحد تذكير إذا عدنا الفعل كين قاسم إلى جوج فعل صحيح وفعل معتل وفعل الصحيح فيه سالم والمهموز والمضعف بالنسبة لسالم كين متن خرجة رفعة هربة واش كيني هذا الفعل الصحيح يعني ما فيش حرف العلة فعل صحيح ما فيش حرف العلة وهذا حرف العلة هي واي الوا والألف واليا إذن هنا سالم خرجة رفعة هربة بالنسبة للمهموز فيه الهمزة قرأ سأل أخذها هاي الهمزة كان هنا في البدية هنا الوسط هنا في الأخير مضعف فيه شدة مدة ردة عدة إذن هذا هو الصحيح فيه ثلاثة السالم والمهموز المضعف وكذلك المعتل فيه المثال والأجوف والناقص المثال هو فيه حرف العلية في البدية مثلا بحل وجد وقف يعني كيكون في الأول الأجوف كيكون الوسط قام قال يعني كيكون عدنا حرف العلة كين في الوسط مزين بالنسبة لناقص كنقوله دعا رما إلى آخير إذن هذا هو حاولوا تطبطوا هذا الأمور لأنه إذا ما كنت يضابط هذا الأمور ما غيرتش جاوب على السؤال إذن نرجع التمرين بالنسبة لأليف عطاهم تستعدوا إذن إذا رجعنا إلى الأصل هي عدة إذن عدة كتكون هي فعل صحيح مضعف ومزيد لأنه لأنه في حرف زيادة تستعدوا مزين بالنسبة لب أتبادل الأصل هي بدلة إذن هي فعل صحيح سالم ومزيد لأنه في حرف زيادة الألف والت وعلى ذكر كن مثلا كنقوله خارجة فعل مجرد بغينا نزيد حرف زيادة استخرجة كنزيدوه الألف والسين والت استخرجة مثلا كنقوله ضحرجة يعني رباعي مجرد بغينا نرضو مزيد كنقوله ضحرجة كنزيدوه الت إذن هذا هو الفرق بين المزيد والمجرد مزين قلنا تبادل بدلة هي فعل صحيح سالم ومزيد يغري أصل هي غرة هي فعل معتل ناقص لأنه في حرف العلة في الآخير فعل معتل ناقص ومجرد مزين غرة يغري يعني هنا مصرف المضارع تستميل مال الأصل لله هو مال إذن فعل معتل أجوف ومزيد لأنه في حرف العلة في الوسط كي تسمى فعل معتل أجوف ومزيد لأنها تستميل في حرف زيادة بالنسبة للسؤال أضع علامة في الخانة المقابلة للجملة التي ضبط فيها العدد الترتيبي بشكل صحيح مزين إذا أعطونا الجملة الأولى يحتفل المغاربة بعيد الاستقلال في اليوم الثامنة عشرة من شهر نومبر مزين الجملة يحتفل المغاربة بعيد الاستقلال في اليوم الثامنة عشرة من شهر نومبر مزين يحتفل مغاربة بعيد استقرار في اليوم الثامين عشرة من شهر نوع أمبير إلى آخر بنسبة للغاية هنا أعطوهم الثامين عشري مازين إذن بنسبة للعدد الترتيبي دائما كنقولون من واحد إلى العشرة كيكون نعت على شكل خارج معلمون واحد يعني هنا واحد نعت دائما كيكون نعت وكيتبال من عديله في التنكير والتنيت والتذكير إلى آخره يعني كيكون خارج معلمون واحد دائما كيكون نعت يعني كيتبال لما نعود ديالو مزين وكيكون من حضاش تل تسعتاش يعني مثلا وصل المتسابق التامنة عشرة دائما إني من حضاش تل تسعتاش دائما كيكون بني على الفتح يعني التامنة عشرة يعقلوا عليها دائما بالنسبة للعدد الترتيب من واحدة العشرة قلنا كيكون نعت من حضاش تل تسعتاش يعني هذا العدد الترتيبي كيكون دائما بني على الفتح يعني وصل المتسابق التامنة عشرة. بالنسبة لهذه السؤال قل لك اضع علامة في الخانة المقابلة للاعراب الصحيح لفعل يربي او تربي مزين الوارد في الجملة الاتية فهي تربي فيهم الحماس. اذا احنا قلنا نعرفه الاعراب الصحيح لهاد الفعل تربي مزين وش هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعي الضم الظاهرة ولا فعل مضارع مرفوع علامة رفعي الياه ولا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعي الضم مقدرة على الياه لمانع من ظهورها التعدل ولا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعي الضم المقدرة على الياه لمانع من ظهورها الاستتقال مزيني دمتير وتذكير التعذر كنقولوه الى كانت عندنا في الفعل مقصورة او الاف مثلا بحل راما بكا وكذلك بحل الاف هنا دعا يعني كنقولوه دعا هناك نضرع على التعذر والاستتقال يعني يكون عندنا الواو او اليا اذا اضعوا معانا هنا تربي يعني في الاخر ديالها اليا اذا هناك نضرع على الاستتقال بالنسبة للسؤال الموالي قال لك صل بسهم بين المفعول في الجمل ونوعي فيما يأتي اذا اعطونا الجمل اللولى نظم الشاعر قصيدة عمودية سهم الشاعر في الحفل مساهمة متميزة وقف الشاعر امام الجمهور لالقاء قصيدة وقف الجمهور جلال للشاعر اذا هنا ندير واحد تذكير للدرس المفعول فيه واجليه المطلق وكذلك نفعول به ونفعول معه ورجعه اقتصرت لكم على واحد الجمله مثلا عندنا مثلا اكل الولد الطعام سعيدا صباحا بين الاشجار رغبة في الشبعي اكلا شاهيا اذا هذه واحد الجمله جمعوا جمعوا كاملين اذا دائما من زائد الفعل كنلقوا الفاعل دائما الفعل ادنا هو اكل من اكل الولد والذي اكل اذا الفاعل هو الولد بغينا لقوا المفعول به كنديروا ماذا زائد الفعل ماذا اكل الطعام اذا المفعول به هو الطعام بغينا ظرف مكان كنديروا متى زائد الفعل متى اكل يعني صباحا اذا صباحا هو ظرف زمن بغينا ظرف مكان كنديروا اين زائد الفعل اين اكل بين الأشجار يرى في الجملة أكل الولد الطعم سعيدا صباحا بين الأشجار إذن بين الأشجار ظرف مكان بغين الحال كنديرو كيف زائد الفعل كيف أكل سعيدا إذن سعيدا هو الحل بغين المفعول لأجليه دائما كنديرو لماذا زائد الفعل لماذا أكل رغبة إذن رغبة هو المفعول لأجلي والفعل زائد نفس حروفي يعني يعطينا مفعول مطلق أكل أكلا إذن أكلا هو مفعول مطلق وكذلك عندنا هنا حروف الجر يعني ممكن تحفظهم من إلى عن على في البائي مع الكافي واللام من إلى عن على في البائي مع الكافي واللام إذن هدوهما حروف الجر شو نطبق ذلك القاعدة اللي قلنا مزيان هنا عندنا نظم الشاعر قصيدة عمودية إذن يلاقلنا ماذا نظم نظم الشاعر قصيدة إذن قصيدة هي مفعول به مزيان إذن بنسبة الجملة الثانية ساهم الشاعر في الحفل مساهمة متميزة إذن عندنا هنا تكرار ذي الفعل ساهمة مساهمة إذن عندنا هنا هو مفعول مطلق وعدنا بنسبة المفعول مطلق هو اسم منصوب يأتي لتوكيد فعل سبقه مثلا كنقوله طرقت الباب طرقا طرقت الباب طرقا إذن هنا كيجي باش يؤكد لي الفعل يعني طرقت الباب طرقا يعني تأكيد الفعل وكذلك كيجي لبيان النوع مثلا كنقوله طرقت الباب طرق الشرطي طرقت الباب طرق الشرطي يعني بيان النوع وبالنسبة بيان العدد كان نقوله مثلا طرقت الباب طرقتين يعني بيان العدد جحل من المرة طرقت الباب طرقتين مازين وبالنسبة هنا وقف الشاعر أمام الجمهور ليلقاء قصيدة وقف الشاعر أمام الجمهور ليلقاء قصيدة مازين إذن هنا لحظة معي عندي ضرف مكان إذن أمام إذن هنا دائما كانت تتحدثوا على المفعول فيه إذن بالنسبة للمفعول فيه يعني كيكون عندنا في جوش النوع أما كي يجي ضرف زمان أو ضرف مكان يعني يدل على زمان أو يدل على مكان وقوع الفعل مثلا عندنا واحد ظروف غير مضافة مثلا محل صباح مساء زوال إلى آخره وكين ظروف مضافة مثلا بعد خلال ساعة إلى آخره إذن هنا كي يجي في جوش دي الأنواع أما كي يجي ضرف مكان ولا ضرف زمان بنسبة الجملة الرابعة وقف الجمهور إجلالا للشاعري وقف الجمهور إجلالا للشاعري إذن نحط معينا لماذا وقف الجمهور إجلالا إذن إجلالا هي مفعول لأجله إذن إجلالا باش نتأكدوا إجدرنا لماذا غد تعطينا مفعول لأجله تايلا ما عرفناه متن قادرنا متن مفعول معه ولا شي حاجة غنديروا متن لماذا وقف الجمهور ولماذا كتكون معه نفعول لأجله والنفعول لأجله كي يقول كي يقول هو مصدر منصوب يأتي لبيان سبب وقوع الفعل سابقه مثل متن أعطوشي مثل قام التلاميذ احتراما للاستادي قام التلاميذ احتراما لماذا قام التلاميذ قام التلاميذ احتراما للاستادي تتمنى الأغلبية الصعوبة لأنه في شوية دي المهم في شوية دي المشاكل إذن بالنسبة للسؤال الأخير قال لك صلب يساهم بين الكلمة ولا ولا إعلال فيما يأتي مزين إذن أعطوهم إعلال بالتسكين إعلال بالقلب إعلال بالحدف إعلال بالتسكين والنقل وهنا أعطوهم بعض الأفعال إذن لأن الإعلال يعني كان لقوا مشكل في حروف العلة إذن مثلا إعلال بالتسكين قلنا يبني إعلال بالتسكين كنقوله مثلا ناجا ينجو يعني صرفنا في المضارع دائما المضارع كيكون مرفوع مزين إذن إذن في الأصل دياله هي ينجو ينجو في الأصل ديالها ما إحنا كنردها ينجو يعني كنديرو تتحويل الضمة إلى سكون مثلا كنقوله دعا في الأصل ديالها في المضارع يدعو وإن إحنا كنديرو يدعو يعني كنتحول ديك الضمة إلى سكون بانا يبني يعني إحنا كنحايدو ديك ديك الضمة وكاردوا سكون يعني يبني مزين بالنسبة للسؤال رقم جوج الاختيار رقم إثنين إعلال بالقلب إعلال بالقلب يوقينو نشوفوه كيفاش يعني دارو لها الأصل ديالها يقينة نصرفها في المضارع ييقينو في الأصل ديالها ييقينو يعني وغنديرو قلب ليا بلوه وغتولي يوقينو لأن في الأصل ديالها يا يقينة إذا صرفنا للمضارع غنديروої المضارع ليا magic وغنديرو قلب ليا بلوه سوف تقول لها القلب و سوف تقول لها يوقينه لأن الأصل كانت يا لأن القلب قلبنا هذا اليا إلى واو من نسبة الإعلال بالحدث أعطاه آلف هي نجيده لماذا؟ الأصل هي وجدة المضارع هي يوجيده في الأصل هي يوجيده ونحن إذا صرفناه في نحن سوف نقوله نوجيده إذا حدفنا الواو ولات نجيده يعني هنا حدفنا الواو قبل قلبنا اليا إلى واو وهنا حدفنا الواو إذن هنا تكشف اسمينا بالحدث إذن هنا أعطاههم الإعلال بالتسكين والنقل إعلال بالتسكين والنقل هي ياميلو هي ياميلو مزيان إذن في الأصل هي مالا في المضارع هي ياميلو في الأصل الهي في الأصل الي ياله هي ياميلو وجدك شيء يدرنا نكل أشاء جاهزتهم عندهم يوما دايرين ياميلو ο استاميلو يعني في الأصل ديالها هي يميلو نقلنا هذا الكسراء إلى هنا أحيدنا السكن بالت impat Islands وذلك شاشة قلنا النقل يعني نقلنا هاد الكسرة الميم والتي ياميلو والتسكين راديجا شرحناه يعني نتمنى نكون وصلت لكم شوية يعني استافتوا معنا في حاولت ندير بعض الملخصات ونطرق لبزاف ديال الامور ميغالي برا نفس الاسئلة نفس الاسئلة كالتعود يعني ما عليك يلا تضبط القاعدة وتوكل على الله وان شاء الله غدار اغن نحط لكم الفيديو ديال الصحيح الدكتك ديال اللغة الفرنسية اللي اللي عمل فيت وكذلك ديال اللغة العربية ان شاء الله وان اعطكم ان شاء الله التوقعات وانصح معكم شي بعض اه الامتحن ديال العلم الطربية وما تنسوش يعني را تدروس كاملين را كيني ندخلو البلايليست را تلقاو الفيديو في الضواسة كاملين وكذلك علم الطربية را شرحت قاع لي فيديو تقريبا ديال علم الطربية واتطرقوا للمستجداد اللي درت على اللغة العربية را كينة وما تنسوش بزاف اللي كومنتار بغيت اللي كومنتار بزاف ولي لايك وقوليلي كيف جاكم الفيديو وغيتخليلي اه غي كاليمة في كومنتار لان اقدم ما كانوني كومنتار بزاف ولي لايك كيطلع الفيديو على الناس الاخرين ونتمنى لكم التوفيق واسلام عليكم موسيقى